إن الذين قانوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يعزنون تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإنني قد ذكرت فيما مضى ذلكم الموقف الرهيب حينما خاطب رب العزة والجلال موسى عليه السلام وبين له أنه رب العالمين في ذلك الموقف أمره الله جل وعلا بتبليغ الدعوة وأمره بدعوة فرعون عظيم من في الأرض في ذلكم الزمان يدعوه إلى الله جل وعلا ويرقبه في أن يستعد للآخرة وفي أن يجعل عبودية الناس لرب العزة والجلال لكن موسى خاف من أمرين أولهما أنه خاف أن يقتل وذلك أن موسى قد قتل رجلا من قوم فرعون فيما سبق وبالتالي خشي أنه إذا رجع إلى مصر أن يقتل بذلك الرجل ثأرا لما سبق فجاءت الطمأنينة من رب العزة والجلال لموسى عليه السلام فإنه لما قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون جاءه وعد من الله جل وعلا بأن يكون معه وأن ينصره وأن يمكنه من تبليغ دعوته إلى الله جل وعلا وأما الخوف الآخر الذي جاء إلى موسى عليه السلام فإنه قد خاف أن يكذبه قومه وأن لا يصدقوه فحينئذ طلب من الله جل وعلا من يناصره ومن يصدقه فقال جل وعلا على لسان موسى وفي الآية الأخرى قال الله تعالى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون نعم خاف من قومه أن يكذبوه ولا يصدقوه فكان من فضل الله عز وجل عليه أن أجاب الدعوات التي دعا بها موسى عليه السلام وتصدق الله عليه بأن جعل هارون معه نبيا فما أعظم هذا الخوف الذي وجد عنده والذي كان سببا من أسباب تفضل الله عز وجل على هارون بأن يجعله نبيا من أنبياء الله سبحانه وتعالى فما أعظم المنة بذلك وما أكثر الفائدة والثمرة بهذا أن يؤتى لإنسان مرتبة النبوة ومرتبة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه عددا من القصص في تبليغ هارون عليه السلام للدعوة إلى قومه بحضور موسى وبغيبته فكان لتلك الدعوات التي دعا بها موسى عليه السلام الأثر الجميل في استجلاب النبوة لأخيه هارون ولذا على كل واحد منا أن يجعل الخوف منطلقا ينطلق به إلى ما يعود عليه بالنفع ويعود على من حوله فيكون هذا من أسباب الخير والصلاح ونزول الخيرات ولا شك أن الإنسان عند دعوته وهو في حال الخوف يكون ممن ترجى إجابة دعوته رغبا ورهبا هكذا شأنوا أنبياء الله عليهم السلام فكان ذلك من أسباب إجابة دعواتهم بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا تخف فالله قادر أن يقيك من المخاطر فاستعب مما تحادر كن مع الله ستنجو ثق به وهو الكفيل ربنا نعم الوكيل عن يقينك لا تبيل وثقا كن فيه وارجو خذ من الذكر دروسة وتذكر أم موسى سجدا نحن الرؤوسة في الرضا القلب يضج إن الذين قانوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يعزنون